تروح تفطر وبتروح تتصحر هناك او بتقض وقتها اللي هو ما بين الفطار وما بين الصحور لو سمحتوا ما ترموش ما ترموش حافظوا عليه بدعوكم جميعا عايز تاكل كل زي ما انت عايز بلاش عربيات الاكل تروح تقضي هناك ونعملوا بقى ايه عشوائيات بلاش يبقى لازم في مكان مخصص لزي العربيات او مكان مخصص الناس بتوع الشاي والقهوة والحاجة الساعة والمية والكلام ده اعملو لهم مكان في الاقل في هنا او هنا المهم ما يبقاش حد بيعطل او حد بينقل بيعمل لنا حاجة بعد شهر ولا بعد سنة الاقيها بقت عشوائية لا لو سمحتوا انا بقول مش عايزينها عشوائية على الاطلاق لازم نحافظ عليها فاكرين لما نقلنا الناس من وسط البلد البعاء الجائلين رجع تاني باع الجائلين ومحافظ القاهرة اللي اسبوع اللي فات كان بيشيلهم طيب هل ده محتاج تانا انا هنا باع جائلين يجوني في المكان ده كمان يعملوا ليه لا مش عايز امنعو بس عايز يبقى في مكان مخصص ليه بيبقاش كل واحد يعمل زي ما هو عايز وناس تروح تقعد لي وتعمل لي اه كران اقعد بس لا خلي المكان ده عايز اقول لكم الناس بتقعد بص طريق طريق عربيات بيعودوا يقعدين طريق العربيات وعادين يتصوروا على الارض على ارضية الكبري والعربيات ماشية يا جماعة ده طريق للعربيات في مكان اخر ممكن تقعد وتتصور وتاكل وتعمل انت عايزه بس حافظ عليه ما ترموش حاجة لا ترمي في النيل ولا ترمي على الارض وانا بنصح كل الناس اللي رايحة كلكم ناس محترمة والناس نظيفة فحافظوا على نضافة بلدكو حافظوا على نضافة هذا المكان بصوا يعني كله كل الناس بقول لكم رايح يتمشى بيقى ناس مبسوطة مبسوطة ببلدها بتعمل والله حاجة محترمة جدا اتعاملت لينا فنحافظ عليها لو سمحتوا حافظوا على اي ومش ده بس اي حاجة بتتعملنا حافظ عليها وانت ماشي على الطريق بطل ترمي حاجات على الارض حافظ على مكانك حافظ على بلدك دايما نخلي بلدنا نضيفة فحافظوا على المكان ده بالذات الورقة اللي هترميها بينها فحافظوا على المكان اللي قدام حضراتكو ده لو سمحتوا عشان يفضل بس كده طول الوقت رايح وهو هي بلدك بلد تأخرت عنك بلدك لا ما بتأخرتش بلدك بتعمللك اهو مكان تاني مكان اخر تقدر تخرج وتمشى وتروح وتقض وقت والناس تروح بقى تتصحى بمين دول في درجة الحرارة العالية بيقض وقت جميل ويفطروا هناك وفيش اي مشكلة لكن نخلي بالنا من الباع الجائلين مش عايزين مكان دي يبقى عشوائي نحافظ على نظافة المكان شركة شركة نظافة لو سمحتو